خلينا نتحول لموضوع تاني أرقام وإحساءات مهمة تم تسجيلها في البطولة الكروية الأهم في تاريخ القارة السمراء اللي بتتلعب في الكودفوار تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن أبرز الإحساءات في مباريات كاس الأمم الأفريقية سجلت أرقام قياسية في البطولة الكروية الأهم في تاريخ القارة السمراء وشهدت الجولة الأولى من بطولة كاس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كودفوار العديد من الأحداث الهمة والنتائج غير المتوقعة حيث تعادل منتخب مصر بشق الأنفاس أمام موزنبيق في الوقت بدل الضائع وخسرت غانا من الرأس الأخضر في مفاجأة تعتبر هي الأكبر في المجموعة نفسها كما فاز منتخب المغرب على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بينما خسر منتخب تونس بهدف دون مقابل من نميبيا كما أغفق منتخب الجزائر في الفوز أمام أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتعادل محاربو الصحراء مع أنجولا بهدف لكل منهما وجاء تعادل الجزائر ليعنن استمرار اللعنة التي تطارد المنتخب الجزائري منذ التتويج باللقب الإفريقي عام 2019 حيث إن محاربي الصحراء لم يحققوا أي فوز في نسخ أمم إفريقيا منذ التتويج باللقب على حساب السنغال وخسر منتخب موريتانيا بهدف من بوركينا فاسو حيث لم يفز منتخب المرابطون أبدا بأي مباراة في كأس أمم إفريقيا حتى الآن وتعادل في مبارتين وخسر خمس مواجهات كما أنها لم تكن متقدمة في النتيجة في أي وقت خلال مباراة في كأس الأمم الإفريقية أخيرا حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب زامبيا والكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهم على أستاذ لورانبوكو في ختام أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام بكودوفور وإجمالا تم في الجولة الأولى من الدور الأول من البطولة تسجيل 27 هدفا في 12 مباراة بمعدل 2.25 هدف في المباراة الوحدة